انا وصلاة السلامة وصلاة الله. انا النهاردة في الفيديو ده هعمل لكم تجميع كده للاسئلة واجباتها عشان الامتحان العارفة انكم تكونوا عايزين تلموا منهج الدين. فهعمل سريعا كده اسئلة واجباتها عشان تلموا بها كل المنهج. الدرس الاول هقول لكم الاسئلة واجباتها والاجابات بتاعتهم. الدرس الاول يا ابو نايل هتشرك بالله في صورة لقمان. بيقول لك اسكر بعض صفات سيدنا لقمان. كان دائما التفكير كسير التأمل. يفكر فيه الامور وعواقبها جيدا. دائم التجول. وكمان بيعرف الحكمة ومن الاشياء. لماذا كان لقمان ينصح ابنه? لانه اراد ان ينقل اليه خلاص التأملاته وخبرته وليسير بها في حياته. ما اول نصيحة وجهها لقمان لابنه ولما كانت اهم نصيحة. نهاها عن الشرك بالله دي اول نصيحة لان الشرك ايه? ظلم عظيم. يبقى لي ما اه كانت اهم نصيحة عشان الشرك ايه ظلم عظيم. اذكر خمسا من وصايا له سيدنا لقمان لابنه. عدم اشراء بالله. بر الولدين. اقامة الصلاة. الامر بالمعروف. النهي عن المنكر. والصبر على ايزاء الناس. ماذا يحدث ازا تواضع الناس فيما بينهم تنتشر المحبة والموادة بينهم. كيف يكون شرك اه شكر الانسان لله? ازاي يكون بتوحيده وطاعته فيما امره والابتلاع والابتعاد عما نهيه. عن اللي ربنا بينهي. كيف تشكر والدك او والديك? الاتنين يعني باباك وممتك بحسن معاملتهما وطاعتهما في غير مصية. ماذا يفعل الانسان لو امره الوالدين بشيء يغضب الله? لا يطيعهما عملا بقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في مصية الخلق. آآ لما قال الله تعالى اقم الصلاة ولم يكن صلي. لان اقم الصلاة تعني ان انت تقديها كمال في اقاطها بخشوع. بما شبه الله الصوت العالي المزعج شبه الله الصوت العالي بآآ صوت الحمير. لماذا امرانا او امر سيدنا لقمان ابنهم بخفض الصوت? لان الصوت العالي مزعج وقبيح يؤذي الناس ويضيقهم. تمام? هناخد التدريبات الا على الدرس الثاني. ما واجب الى مسلم نحو الملائكة الايمان بهم ولان الايمان بالملائكة ركن من اركان الايمان بالله لا يكتمل الايمان المؤمن الا به. آآ مما خلقت الملائكة خلقت من نور ومما خلق آآ خلق الجان الجان خلق من نور. اسكر بعض الصفات آآ صفات الملائكة لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. وآآ يسبحون له بالليل والنهار ويسجدون ايه? له ولا يأكلون ولا يأشربون. متى آآ تحبنا الملائكة وتستغفر لنا عندما نؤمن بالله ونتبع الحق. ما اسم الملكين الموكلين بسؤال العبد في قبره? الملكان هما منكر ونكير. طيب ما هو وظائف كل منهما? رضوان آآ لا هو هيكتب لك ما هو وظائف كل من رضوان عليه السلام آآ اللي هو الملك? خازن الجنة. طب مالك عليه السلام خازن النور. الكرام الكاتبين يكتبون اعمال البشر. منكر ونكير. سؤال العبد في خبره. بعد كده الوحدة التانية. الدرس الاول فيها. الى اين زهبت الاسرة في اجازة نصف العام? زهبت الى سيناء الحبيبة. ماذا تعرف عن نفق الشهيد احمد حمدي? نفق طويل يمتد من غرب السويس. الى شرقها تحت سطح الماء. ولماذا انشئ? انشئ لتسهيل حركة المرور بين شرق وغرب قناة والربط بين جزيرة ايه? سيناء وباقي مصر. ماذا تعرف عن الشهيد احمد حمدي? هو احد ابطال حرب اكتوبر الف وتسمائين تلاتة وسبعين. نال الشهادة في الشهادة يعني مات في سبيل الله ثم الوطن. وكان قائد سلاح المهندسين. كان يشرف بنفسه على اعداد المعابر التي عبر عليها آآ قواتنا. وفاجأت الاعداء والعالم كله بروعة التخطيط وسرعة التنفيذ. ماذا تعرف عن خط برليف? ولماذا انشأه اليهود وما مصيره? خط اقامه اليهود. خط برليف ده اقامه اليهود الواصبون على الشاطئ الشرقي لقناة السويس. الشاطئ الشرقي بتاع هنا. تمام? ويتكون من آآ ساتر ترابي مثل الجبل. بيتكون الخط ده من ساتر ترابي مثل الجبل على شاطئ القناة. وعدة قواعة حصينها باقوى التحصينات والاسلحة. لتصب جميعها على مدن القناة. وبهذه الحصون انابيب لصب سائل النابلم. النابلم الحارق. تمام? على مياه القنالة وتحويلها مياه وتحويل مياهها الى نيران. تحرق كل ما كل من يحاول العبور اليهم. طيب. وبعد كده لماذا انشأهم? انشأه اليهود ليمنع تقدم الجيوش المصرية لتحرير سيناء الحبيبة الا انه تم تدميره على يد الجنود المصريين. تمام? مصيره. هو بيقول لكم مصيره ان هو اتدمر على ايد المصريين. لماذا اخرج رسول صلى الله عليه وسلم يهود بن نظير من المدينة? ان طائفة منهم حاولت قتله صلى الله عليه سلم وهو جالس معهم في منازلهم. وبذلك نقدوا العهد الذي كان بيننا وبينهم او كان بينهم وايه? وبين رسول صلى الله عليه سلم. كيف اجلى يهود بن نظير عن بيوتهم وعن المدينة? اه ازاي اغلية يهود بن نظير عن بيوتهم وعن المدينة? بعدما اخبر الله سبحانه وتعالى رسول صلى الله عليه وسلم بغدر يهود بن نظير وامرهم بقتلهم وامره بان هو يقتلهم بقتلهم. حاصرهم صلى الله عليه وسلم عدة ايام فطلبوا منه ان يخرجوا من المدينة. يعني خرجوا يعني من عن بيوتهم. تمام? ما شروط آآ الرسول صلى الله عليه وسلم لخروج بني النظير من المدينة? الشروط كان ايه? ان لا يحملوا من امتاعتهم الا مقدار ما تحمل الابن وان يتركوا السلاح. متى كان جلاء يهود بني النظير? الجلاء بتاعهم في شهر ربيع الاول سنة اربعة هجرين. وماذا نتعلم من هذه الوقاع? نتعلم من هذه الوقاع ان اليهود لا عهد لهم. آآ على الدوام دايما بينقضوا العهد. بعد كده الدرس التاني. مع القرية التي اقامها اليهود في سيناء. آآ قام اليهود قرية ياميت. بجوار مدينة العريش الظنين انهم لن يخرجوا منها ولا من سيناء. ماذا فعل اليهود قبل الخروج من قرية ياميت? قام اليهود بتدميرها. تدميرا تمن قبل خروجهم منها وتسليمها لمصر. لماذا يدمر اليهود الاماكن التي سيتركونها قبل مغادلتهم? وبما وبماذا نشبههم? آآ بيدمروها لعدواتهم الشديدة للمؤمنين وحتى لا يستفيدوا المؤمنين منها. ونشبههم بيهود بني النظير الذين آآ خربوا بيتهم بايديهم قبل ما يمشوا. لم آآ لما قررت الحكومة النصرية بناء آآ قرية الفيروز لتكون رمزا لتعمير كل شبر في سيناء. من اليهودة الذين تحدثت عنهم صورة الحشر? يهود بني النظير. بعد كده الوحدة التالتة الدرس الاول فيها. ما العبادة التي دعا ابراهيم عليه السلام قومه قليها وما موقفهم من ذلك? العبادة هي عبادة الله الاحد لم يستجيبوا له. من اين خرجت دعوة ابراهيم عليه السلام وإلى اين هاجر? خرجت دعوة ابراهيم دعوته من بلده اللي هي العراق وهاجر الى فلسطين. ماذا اهدى ملك مصر سيدنا ابراهيم عليه السلام ولماذا اهداه السيدة هاجر لتكون في خدمته? لماذا تتزوج سيدنا ابراهيم السيدة هاجر? لان زوجته الاولى السيدة سارة كانت لا تنجب. طيب. آآ وماذا كانت صمرة هذا الزواج? كانت صمت هذا الزواج ولدا سماه اسماعيل. تمام? طيب. ماذا طلبة سيدنا ابراهيم عليه السلام من السيدة هاجر طلبة منها ان تحمل ابنها اسماعيل وتسير به آآ معه حتى وصلوا الى صحراء جرداء. طيب. وهل استجابت لطلبه? نعم استجابت لطلبه بعدما علمت انه آآ امر من الله سبحانه وتعالى. ازا فلن يضيعنا الرحمن الرحيم. من قال هذه العبارة وفي اي الظروف قيلت. آآ قائل هذه العراء العبارة السيدة هاجر عندما تركها سيدنا ابراهيم عليه السلام هي وابنها في الصحراء. هي بقيلة لما هو تركها في الصحراء. ما آآ ما دعاء سيدنا آآ ابراهيم عليه السلام عندما اختفى عن زوجته خلف الجبل. دعاءه دعاءه دعا لهم بان يجعل الله قلوب بعض الناس تميل اليهم. وان يرزقهم من خيراته. كيف آآ ادركت عناية الله ورحمته السيدة هاجر. ارسل لها ملكا. درب الارض فانفجرت عين زمزم. فاخذت تشرب منها وتردع طفلها. طيب ما الرؤية التي رأوها سيدنا ابراهيم عليه السلام رأى في نومه انه يصبح ابنه اسماعيل عليه السلام. ماذا قال سيدنا اسماعيل عندما اخبره ابوه بما رأاه. قال له يا ابا تفعل ما تؤمر. ستجدوني ان شاء الله ايه من الصابرين. بما فد الله تعالى سيدنا اسماعيل عليه السلام فد الله آآ آآ سيدنا اسماعيل عليه السلام بزبح عظيم. واصبح هذا اليوم عيدا للمسلمين يذكرون فيه الطاعة المثالية ويذبحون فيه آآ اضحية العيد. بيذبحوا اضحية العيد. بما امر الله سبحانه وتعالى سيدنا ابراهيم وابنه اسماعيل عليه السلام. امرهما برفع قواعد البيت الحرام اللي هي الكعبة. ان هما يرفعوها. تمام? طميم. كده? تمام. هنبدأ في البعضه. بعد كده الدرس الثاني بيت الله الحرام. ما اول بيت وضع للناس آآ بيت الله الحرام اللي هو الكعبة. مما كانت البيت الحرام عند المسلمين هو اول مسجد بنية للناس. وهو رمز التوحيد. يحج اله المسلمون ويطفون حول الكعبة. لماذا كانت مكة هي بلد الامن والامان? لان فيها بيت الله الحرام. متى بني البيت الحرام? ومن الذي بناه? آآ بني آآ قبل خلق ادم وبنته الملائكة. يبقى مين اللي بنيه? آآ الملائكة? وقبل خلق ايه? ادم. ما الذي يفوق آآ حرمة البيت الحرام? حرمة المؤمن ما له ودمه. يعني اللي اكتر من حرمة البيت الحرام حرمة المؤمن نفسه ان هو يموت وان حد يقتله يعني ماله ودمه. وفلوسه كمان. ماذا تعرف عن مقام ابراهيم عليه السلام? استعانى ابراهيم عليه السلام بحجر يقف عليه عند بنائه للبيت. حجر كده يقف عليه وقد اثرت قدمه فيه. يعني آآ القدم اتحفرت كده في الحجر ده وبنى وبقي الى ايه? الى الان وسمه الله تعالى في القرآن مقام ابراهيم. تمام? هو مكان رجل سيدنا ابراهيم لما اتحفرت في في الحجر وهو وقف عشان يبني البيت. على من يجب الحج? الحج فرد على كل مسلم قادر عنده فلوس يقدر يحجي بيها ويمستطيع. وحتى عنده فلوس يعني. وما آآ عنده صحة. وما كانته في الاسلام مكانة الحج ايه هي? هو الركن الخامس من اركان الاسلام اخر الركن. علشان الناس مش كلها عندها قدرة مالية وقدرة صحية. لكن هو فرض يعني لازم كل مسلم يعمله. بعد كده هندخل في وحدة الرابعة. الدرس الاول فيها. لماذا جعل الله العقل والسمع والبصر للانسان? ليه? منح الله انسان للعقل اللي كي يفكر به وجعل السلام والبصر ليتعلم بهما ويعرف ما حولهم. آآ بما بما ميز الله الانسان عن غيره. ميزه العقل اللي يفكر به ويعرف من خلاله طريقة الحق آآ من طريقة الضلال. لماذا منح الله الانسان النعم لكي آآ آآ يمتحنه. يعني ادالوا النعم عشان يمتحنوا. ايشكر ام يكفر. ما جزاء المؤمنين والكافرين في الاخيرة. جزاء المؤمنين الجنة. الكافرين جزائهم النار. ماذا عد الله للمؤمنين ولماذا? عد لهم جنة النعيم. ليه يهنقوا بالامنة والسكنة وصيب الطعام والشرب. ما جزاء الكافرين يوم القيامة? جزاءهم آآ اعد الله الكافرين السلاسل للارجل والاغلال للأيدي والاعناق مع نار موقضة. بعد كده الاسئلة على درس التاني. لماذا خلق الله الانسان ليعبد الله ويعمل الكون ويكون خليفة لله تعالى في الارض. احسن الله خلق الكون وجمله وزيانه. اشرح هذه العبارة مع ذكر بعض الامثلة الدالة على ذلك. خلق الله الكون واحسن خلقه. وابدع صنعه في نظام يحفظ ده الاستمرار وخدمة الانسان مثل الارض التي خلقها الله صالحة بما فيها من عناصر. لماذا تغيرت بعض موازين الكون? بسبب محاولة الانسان تطويع البيئة له وتدخله فيها دون علم وفهم كاملين. وضح بعض الادعاءات او الاعتداءات التي يقوم بها الانسان على بعض ظواهر الكون. القاء المخلفات في البحر هي دي الاعتداءات. والمحيطات والانهار وقتل الحيوانات في الغباد بلا حساب وقطع الاشجار وازالة الخضرة. ماذا فعل الرجل عندما وجد غصن شوك? ازاله عن الطريق حتى لا يضر مسلما. الاسلام ينهى عن الافساد في الارض. اكتب الاية دالة او التي تدل على ذلك. تدل على ذلك. قوله تعالى الاولى تفسده في الارض بعد اصلاحها. آآ اسكر بعد مظاهر التلوث الداخلي في الانسان. مظاهر التلوث ايه هي? اللي جواه? الزنوب. التلوث الداخلي هو الزنوب التي تلوث الانسان وتحطه من قدره ولذا آآ يحذر الدين من تلوث الخدوب ولا كل. وضح قيمة محافظة الانسان على بيئته الداخلية والخارجية منها التلوث. تمام? اهي قيمة المحافظة دي. آآآ اذا فعل الانسان ذلك فسيعيش سعيدا. وينقلب الامر عليه لو فعل غير ذلك. يعني قيمة محافظة الانسان على بيئته الداخلية اللي هو احنا قلنا عليها ان هو ما يبقاش عنده زنوب. والخارجية كمان ان هو ميلوثش حواليه. هيبقى هيعيش سعيد. ولو عمل غير كده هيبقى آآ حضره هو. هندخل على مراجعة قصة عبد الرحمن بن عاص عشان الفيديو دي يبقى مجمع لكم كل الاسئلة واجباتها سريعا لو انتم انا بقول بسرعة. وآآ في كده آآ تلات نقطة من على الجنب في الفيديو لما نزهل لكم. بيبقى فيه انك انت تبطأ السرعة بدتاعة الكلام. وممكن كمان توقفوا الصورة وتعملونا سكين شوت لو انتم عايزين تاخدوا الاسئلة وتحفظوها. تمام? تكتبوها يعني. ده الفصل الخامس. ما اول غزوة في الاسلام وما نتيجتها غزوة بدر هي اول غزوة وكان نتيجتها الفوز الصاحق للمسلمين. آآ كان العبد الرحمل بن عوف دور في غزوة بدر ووضح ذلك. هجم وقطع آآ هجم وقطع ايه? هجم وقطع سوري اعناق رجال وازهل العداء بما ابدا من فنوان القتال. لماذا قرر المشيكون قتال المسلمين في احد? للسقر من هزيمتهم في بدر حيث فتك المسلمين او المسلمون بالكثير من سادتهم والعديد من فرسانهم. لماذا افلت النصر من المسلمين في غزوة احد? بسبب الخطأ غير مقصود من رمات المسلمين. الذي كشف ظهر الابطال فانتهز المشركون ذلك وهجمه على المسلمين. كان عبد الرحمل بن عوف يحب الرسول صلى الله عليه عليه وسلم اكثر من نفسه ما دليل على ذلك ببذل نفسه لانقاذ الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة احد لا يهتم بالاصابات العميقة التي اثرت في جسده. ما مدى صحة العبارة التالية? لم يشهد عبد الرحمن اه الا القليل من الغزوات. هذه المقولة غير صحيحة فلم يتخلف عبد الرحمن عن معركة من المعارك ولم ينقص اه او ينقص دوره في واحدة منها عن دوره العظيم في بدر واحد فشهد الخندق والمشاهد كلها معه بسيفه ومشهوراته وصواب رأيه. متى قضى عبد الرحمل بن عوف رضي الله عنه السرية الى آآ دومة الجندل في السنة السادسة من ايه? من الهجرة. كيف كان رد فعل رئيس آآ دومة الجندل حينما علم بسرية عبد الرحمن بسرية عبد الرحمن اليه ودعوته لهم آآ الى الاسلام. بعد رفض اهله وعشيراته دعوة عبد الرحمن للمرة السلسة صح فيهم ساخرا انه عبد الرحمن بن عوف القائد المحنك المشهور آآ الوقعات يعني وقعاته مشهورة. واذا حركتموه فانتم مهزومون. فافيقوا الى انفسكم واسرع اليهم ومد يده اليه آآ ودخل في الاسلام. فافاقوا وتابعوه واسلموا. فسر بما بلغ من النصر. انتهت سرية دومة الجندل دي بنصر هدئ. آآ اشرح هذه العبارة. صار عبد الرحمن بن عوف الى دومة الجندل. ودع اهلها الى الاسلام. فابو يعني رفضوا ودعاهم مرة سنية فاثروا على عنادهم. فدعاهم السلسة فانسعوا له وقدموا له الطعام. لماذا طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من عبد الرحمن بن عوف زواج من تموضر بنت آآ الاصبخ. آآ لانه صلى الله عليه وسلم كان يعمل على توسيق السلاط بينه وبين العرب. لماذا سمي عبد الرحمن بن عوف ابنه آآ سمى ابنه محمد. آآ تايمنون باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم محبا فيه. لماذا كان عبد الرحمن بن عوف يزداد سرورا كلما كسر ماله وزادت ارباحه ليه? لانه لم يكن يتخذه سبيلا الى السلطان والجاه كغيريه بل يؤدي به حق الله وحق عبدي كان عبد الرحمة بن عروف نموذجا للنفاق في سبيل الله دلال على ذلك كان يعين المحتاج بيساعد المحتاج ويعتق المسكين والفقير ويبر زوي القربة ويجهز بيوش غزية وكان اهل المدينة شركاء له في ماله لماذا كان يشتد خوف عبد الرحمة بن عوف كلما نظر الى السراء الضخم اللي كان بيشتد خوفه لانه كان عندما يرى ما لديه من طعام كسير يكف يده عنه ويبكي خوفا من ان يكون اعطي فئة الدنيا ولم يعد له فئة الاخيرة من نصيب تمام نيجي بقى للفصل السادس حاز عبد الرحمة بن عوف سقط النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا لانه عرف بساعة الافق ونطج عرف بساعة الافق ونطج الرأي والامانة على الاسرار والانفس والاموال لماذا شكل ابو بكر الصديق مجلسا لمشاوراته وهل كان عبد الرحمن بن عوف احد اعضاءه ولماذا حتى لا يقضي فيه امر من امور المسلمين الا بعد عرضها عليهم والاستئناس برأيهم طيب وهل كان عبد الرحمن احد اعضاءه نعم كان احد اعضاء المجلس حيث عرف له قدره الكبير واختاره مستشارا له بين الصحابة تعدادة الموقف التي استشار فيها الصديق الصديق سوري على التصوير عبد الرحمن بن عوف اذكر سلاسة منها الموقف الاستشار فيها الصديق عبد الرحمن بن عوف لا يبقى الاستشار فيها ايه الصديق الصديق ابو بكر الصديق صح تمام صورة المرتدين الذين خرجوا على الاسلام عقب وفاة الرسول تجهيز الجيوش المتجهة الى بلاد الشام لقتال الروم اختيار من يوليه من بعضه عندما مرضى واحسب قرب انتهاء جاليه انه خير من يصلح لو لا النبي غلظة من القائل ولمن ومن وقف الذي قيلت فيه القائل عبد الرحمن بن عوف قالوا لمين لابي بكر الصديق حينما كان يستشيره في اختيار سيدنا عمر للخليفة استشار عمر بن الخطاب عبد الرحمن بن عوف في موقفين مهمين واخذ برأيه فيهما ماهزان الموقفين اول حاجة حينما اراد ان يبعث الجيوش الى بلاد الفرس وتاني حاجة حينما اراد دخول الشام مع انتشار وباء التعاون داخل الجيش خزانة بن عوف ممنوقة علما وادبا ومالا من قائل هذه العبارة ومتى قالها القائل عمر بن الخطاب حينما اختاره مستشارا له ماذا فعل عمر بن الخطاب لاختيار خليفة خليفة للمسلمين من بعدها ولماذا لم يختاره بنفسه تركوا للمسلمين ان يختاروا للخلافة من شاءوا ولكن نهو حصر ذلك الاختيار في ستة من الصحابة بينهم عبد الرحمن بن عوف لم يختاره بنفسه لانه لم يرد ان يتحمل مسؤولات استخلاف احدا تمام بعد كده الفصل السابع لماذا خلع ثانية اضبط لكم التصوير لماذا خلع عبد الرحمن بن عوف نفسه من الترشيح للخلافة زهدا فيها وكان كل همه ان يجمع كلمة المسلمين على من يختارونه خليفة لهم اذكر اثنان من الصحابة الذين اختارهم عمر ليكون احدهم خليفة من بعد عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب مر اختيار خليفة للمسلمين بعد سيدنا عمر راضي الله عنه بعدة مراحل وضح ذلك يبقى مر اختيارهم بمراحل مراحل الاختيار يعني تمام بعد سيدنا عمر انفرد عبد الرحمن بن عوف بداية بعلي ابن ابي طالب ثم عثمان بن عفان حتى وصل الى رأي مردن تمام ثم خرج الى المسجد ونادى في الناس بالاجتماع العام لاختيار الخليفة فانقسم الناس ما بين علي وعثمان ثم اختار عثمان وبايعه الناس على ذلك وبذلك حسم الامر وانطفقت نار الفتنة تمام ما الشرط الذي اشترته عبد الرحمن بن عوف على من يتولى الخليفة الشرط ان يعمل بكتاب الله تعالى وصنة نبيه صلى الله عليه وسلم وينتج طريق الخليفتين يعني ينتهج سوري يعني يمشى عن نفس طريق الخليفتين اللي قبليه وينتهج طريق الخليفتين من بعده طيب كم بلغ عمر عبد الرحمن بن عوف عند موتي الخامسة والسبعين عام خامسة والسبعين الى من هو اوصى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بالكثير من ماله لزوي القربة واليتامة والمساكين ومن بقية من اهل بدر على قيد الحياة كده خلصنا الخصة بالنجاح وتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما تنسوش اي حاجة انتو حاسين انها باجري بسرعة انا بس عشان يعني انجزلكو في الليلة اللي امتحاننا في الوقت بعضية وبتبقى يبقى دين محطوط مع مادة تانية فعايزة اخلصها لكم بسرعة عشان تلحقوا تاخدوا المادة التانية تمام? اي حاجة مش فاهمينها وقفوا وعودوا احفظوها دي اجابات كل الاسئلة على كل المنهج بالنجاح يا رب وطفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته